السلام عليكم أفدت تقارير العالمية بأن نادي نيوكاسل الإنجليزي توصل مع نظره نابولي الإيطالي لبحث إمكانية الحصول على خدمة لعب الفريق خاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالة المقبلة وذكرت صحيفة ديستان البريطانية نقلا عن شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن نيوكاسل يخطط للحصول على خدمات المدافع كوليبالي من صفوف نابولي مؤشرة إلى أن النادي الإنجليزي توصل بالفعل مع إدارة نابولي لبحث ماذا إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي الصنغالي بمقتدى صفقة قد تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه أضحت الصحيفة أن كوليبالي الذي سيشهد انخفاضا كبيرا في قيمة عقده على خلفية تفشي فيروس كورونا قد أبلغ اهتمامه بنادي نيوكاسل ويعد كوليبالي 28 عاما من أبرز المدافعين في العالم وأجد بنتباه العديد من الأندية الأوروبية في وقت سابق مثل ريال مدريد وبارشلون وباريسان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ولم ينجح في أي من هذه الأندية لضمه بسبب المغالاة المادية لإدارة نابولي وتشير تقارير صحفية مختلفة إلى أن نيوكاسل سيشهد تغييرا كبيرا خال إتمام صفقة بيعه لصندوق الاستثمار الصعودية حيث يتوقع أن يتعاقد مع نجوم كبارة يتقدمهم كوليبالي والأوروغويني إيدسون كافاني من باريسان جيرمان والفرنسي نبي الفقيرة من ريال بيتس ترجمة نانسي قنقر